أهلا وسلم بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم حج عراق تقدرون شاهدون كل حلقاتنا على المواقع التي تطلع دائما في أسفل الشاشة على الإنستغرام والفيسبوك واليوتيوب أيضا تقدرون أن تتواصلون معنا على موقعنا الخاص www.sotelmstq.com بالفترة الأخيرة ومن أول دخول فيروس كوفيد-19 يا ربي شفيكم شرة صارك تعليم عن طريق المنصات والتعليم الإلكتروني الذي كنا نعربي ولكن هناك سؤال مهم هل هذا التعليم يفيد الغرب داخل العراق هو إذا نسمع أنه الناس يقولون ما يفيد الغرب الناس الطلاب مقع تستفاد من هذه المنصات والمواقع واثنين في حال استمرار هذه السلسلة الجديدة كيف سيكون الوضع بالنسبة للاختصاصات التي تحتاج الذهاب إلى الجامعات سواء مختبرات أو عيادات أو الأشياء التي تحتاج الذهاب إلى هذه الأماكن المخصصة سوف نتكلم أكثر في هذا الموضوع على البلستوديو أستاذ الإعلام الرقمي وتدريسي في جامعة طغداد كلية الإعلام الأستاذ صفد الشمري حياك الله أستاذ حياك الله حبيبي شون صحتك أهلاً وسهلاً الله يخل أستاذ اليوم التعليم صار إلكتروني صار تقريباً دخلنا في السنة الثانية نعم وهو يسئلون التعليم الإلكتروني ليش ما يفه بالغرر بالنسبة للطلع حقيقة أن إثارة هذا الموضوع بما يتعلق بالتعليم الإلكتروني والجدوى من عنده في العراق تحديداً غايفة الأهمية وخصوصاً نحن اليوم تقريباً مرور عام على جائحة كورونا مثل ما حضرتك أشرت ومر علينا في تجربة التعليم الإلكتروني بشكلها المطلق يعني لأول مرة في العراق السنة اللي مضت وبالتالي هذا تقريباً نصف سنة دراسية في العام الآخر الثاني وبالتالي تقريباً سنة ونصف تجربة التعليم الإلكتروني كان يفترض أن يكون الغرض يعني استوفيت الغرض المفروض أن تكون لأن تدري أنت تجربة سنة ونصف المفروض يعني أعتقد هي تجربة كافية المفروض وصير المفروض تكون لكن خبرة لكن هناك إشكاليات تتعلق في قضية أولاً المهارات هذه دائماً نتحدث عنها المهارات الرقمية تلك المشكلة الكبيرة التي يعني وين تقع بالدرجة الأساس تقع بالدرجة الأساس لتتدريسيين أنفسهم أساسة الجامعات إشقد يقدر يوظف التقنيات المتوفرة إشقد يقدر يوفر المكانيات المتوفرة إحنا الحديث عن أي جانب رقمي يتطلب الحديث عن فجوة رقمية الفجوة الرقمية هذه اللي ما يطلق عليه الفرق بين الشمال والجنوب أي الفرق يعني بالنسبة أنه بينه وبين الغرب هذه هي الفجوة طبعاً هي قائمة وستدوم هذه الفجوة لكن إحنا مشكلتنا في العراق مع ثلاث فجوات فيما يتعلق بالتعليم الكتروني الفجوة الأولى الفجوة هذه السائدة اللي نتحدث عن الفجوة بين الشمال والجنوب الفجوة الأخرى اللي هي الفجوة الرقمية بين الجامعات العراقية وبينما هو متاحة الإمكانيات الرقمية في العراق يعني لديك أنت إمكانيات رقمية في العراق لكن للأسف الجامعات العراقية لحد اليوم لم تستثمر تلك الإمكانيات وتلك اللوعية وكانت فقط أنه في حدود متطلبات معينة مثلاً درس الحاسوب أو في حدود مراسلات معينة لم تفعل الجانب الرقمي فبالتالي حينما وصلنا إلى مرحلة التعليم الإلكتروني بشكل الجاد والحقيقي حدثت هناك حقيقة صدمة لدى الجامعات بالمطلق الجامعات العراقية أنه صارت هناك وقفة كيف تتعامل معها أضف إلى ذلك الفجوة الأخيرة اللي هي الفجوة الرقمية داخل الجامعات بين الأستاذ وبين الطالب يعني دائما تشوف أنه الكفة لمن تميل تميل للطالب تشوف الطالب تكون عنده إمكانيات رقمية أكثر من الأستاذ مولي أنه جامع درسته وهذا هو ليس قصوراً عن الجامعات يعني هو بحكم عمره وبحكم تداوله وبحكم كذا صارت عنده وبالتالي صارت هناك حتى صورة التدريسي تقريباً في بعض الحالات يعني احتزت صارت ضعيفة يعني كيف أنا أثق بمعلم بمعلومات هذا المعلم اللي قدمها لي وأنا أشوف مكانيات الرقمية مهم تلك المستوى بل وصلت حالات مثلاً أنه داخل الصفوف الإلكترونية هل تتحمل مسؤولية هالأستاذ نفسه لوزارة التعليم هي تتحملها استراتيجية الدولة ماكو في شكل عام يعني لا أقصد هنا فقط وزارة التعليم العالي ليست لأنني منتسباً فيها لكن أتحدث هنا هناك فجوة في استراتيجية الرقمية في العراق يعني دائماً إحنا نتعامل مع الحالات حالة بحالة صح يعني اليوم سلالة الـ 19 كوفيد-19 ومثلما يعني دخلنا السلال اللي بعدها بالجديدة لكن بالجوانب الرقمية نتعامل يعني كأنما نتعامل حالة بحالتها يوم بيوم وحتى لحد الآن مفادتنا التجربة ومدلاً نبحث أنه كيف سنستفيد منها بالمرحلة الجاي فللي تشوف خلال فترة التراخي نجاز التعبير بين قوسياً اللي فترة لموضة اللي قاله تقريباً السلالة انتهت في العراق وبدأ الوضع طبيعي يرجع وكان هناك آمال بأن يعود التعليم حضوري في العراق صح تشوف أنه اتراجعت كل الجهات المعنية عن التعليم الالكتروني وكأنما التعليم الالكتروني كان اللغة تهمها مع سلالة وقدوا تطوروا حتى يثمرون تبحث في المستقبل كيف تتعامل فتشوف صارت هناك وقفة وبالتالي اليوم تشوف حتى مدير عام صحة المدير عام اليونيسيف تحدثت في رسالتها الأخيرة حينما طالبت في قضية التعليم في ضل الجائحة هتحدثت عن استراتيجيات طويلة المدى للتعاقد مع الشركات تعامل رقمي مع شركات ضخمة أنه في قضية دعم التعليم وتمكين العالم من الانترنت واستخداماته هذا ما يشير إلا أن الجائحة ستستمر وللأسف هناك بعض التقارير تتحدث عن سبع سنوات للوصول إلى مناعة القطيع ليست انتهاء يعني هذه النظرة كانت في بداية قلون سمتين اليوم يتحدثون مفق التقارير سبع سنوات وبالتالي هذا يتطلب من الدولة العراقية بشكل عام أن تكون معنية في قضية إحداث استراتيجية للتطوير والتعليم الالكتروني يعني هو الموضوع صار يعني ما يخفى لأحد أن أساتذة ما عندهم حتى مواقع شخصية لا فيسبوك لا يستخدمون التليفون الحديث وبالتالي كأنما اتفاجأوا بالدسيارة اتفاجأ وسط حالات أنه بعض الممارسات الرقمية بعض الأساتذة لاحظ أنه يكلمون طلاب أن يقيم له محاضرة في زودة بالمعلومات وبالتالي هذا الطالب هو الذي يوجه المحاضرة باتجاه معين وهذا الطالب يتحدث بين أقرانه وهو لا يجوز يعني فبالتالي هناك ما يجري حديث عنه يعني منذ بداية القرن الحالي أنه ما يطلق عليه بمواصفات المعلم القرن الواحد وعشرين المفروض يتمكن من تلك الأدوات بشكل عام يعني هذه المواصفات تحدثوا عنها قبل الجائحة بالتالي تشوف اليوم الأستاذ الحد اليوم لا يعي الكثير من المهارات الرقمية وأيضا جانب آخر يعني نتحدث إحنا دائما المفروض تكون هناك إلزامات يعني إلزامات حول من يعني مثلا مثل ما هناك الأستاذ الجامع حينما يدخل للجامعة وهناك متطلبات ترقية هناك متطلبات تعيين متطلبات معينة يتقول لها المفروض تطالب في قضية كفاءة الحاسوب بشكل عام وتطالب في الحاسوب أقصد هنا بشكل الابتدائي وليس استخدامات تطالب في قضية كفاءة اللغة الإنجليزية قد تطالب مثلا في كفاءة اللغة العربية لكن أو في كفاءة مهارات طلاقة تدريس خاصة لستاذ الجامع اللي هو يعني المفروض واصل المرحلة المفروض اليوم تطالب في قضية المهارات الرقمية المهارات الرقمية يعني نتحدث يعني بارحة أنا شنت في ضيفي شبكة الإعلام العراقي للحديث عن هذا الموضوع المهارات مع مدراء التشكيلات أحد سادة المدراء يتحدث ليه يقول لي أنه حتى الموظف حينما تزجهه في دورة رقمية ويرجع ويشوف ماكو أدوات يتعامل ينساها وما يشوف بشي يقول أكو ورش لوزارة التعليم العالي يسون ورش للإسانة ذي؟ تلك هي المشكلة الورش ما زالت حد الآن عبارة عن محاضرة صوتية تلقيها فرق مختصة بهذا الاتجاه وبالتالي المفروض تكون موقع عمليين العمليين في حد محدود وخجول يعني ليس بمستوى الجائحة يعني جانب أيضا يرتبط بهذا الموضوع فوق الوضع هذا التخبط اللي بالقرارات يعني أنت مو معقولة مثلا أنت تتحدث اليوم أنت تقريبا 50% من عام الدراسي ووصلت إلىه الحد اليوم عندك أكو مشكلة في قضية أنه تحديد الآلية الفترة المقبلة أنت مرتب بمن بقضية خلية الأزمة. أتحدث أيضا عن تعليم وزارة التربية ليس فقط التعليم الجامعية. نفس المشكلة الحد اليوم ليعرفون أن هناك نصف سنة أو كذلك. مدراء مدارس الحد اليوم يعني هم يتعاملون مع الوضع على أنه هناك نصف سنة وبالتالي أنت تتعامل ووزارة التربية لا تعلم من نصف سنة وهناك مثلا حتى في تعليم الكتروني يوم وزارة التربية تشوف جزء يراجع الفصل الأول. جزء بلد في الفصل الثاني أنت الحد الآن ما مش تازم تطلبات الفصلة. ولهذه الفوضى. فوضى أخرى تتعلق به هواية تفاصيل. يعني أنت مم أقولها مثلا أنت اتجهت للتعليم الإلكتروني. وقلت هذا التعليم الإلكتروني هو بديل عن التعليم الحضوري. أنت مم أقولها مثلا عندك يعني التعليم الحضوري لنشفت طلباتها أنت وجدتها لكن الأدوات والأوعية اختلفت هنا. يعني أنت مم أقولها مثلا عطلة أعلنت مثلا بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. فالمفروض حينما تكون هناك عطلة فبتعليم الحضوري عطلة. أنت مم أقولها الحد ليلة العطلة. الحد بالليل للطالب يعرف للمعلم يعرف للمدرس أنه ثاني يوم أكو دروس أو ما كو دروس. وبالتالي ليلة المفروض هذه تكون سياقات واضحة أنه أنت مثلا في حالة تكون عطلة رسمية لا يوجد هناك تعليم الإلكتروني أو حضوري. عطلة رسمية. زين يعني أخيرا اليوم شو رح نقدر نعوض إذا نستعدني مشاكل رح نقدر نعوض المختبرات والعيادات والأشياء اللي يعني الطباء يحتاجون إيادات المحللين يحتاجون مختبرات. هذا شون تعويض عن طريق المناصة؟ هي المفروض يعني إحنا اليوم هناك جامعات شهيرة في المتحدة الأمريكية في بليطانيا. هذه الجامعات معروفة على مستوى العالم وتعتمد للتعليم الإلكتروني الافتراضي. وبالتالي يعني التعليم الافتراضي هنا وهذا وفق مقاييز جودة عالمية عليا. يعني المقصود قصده هنا أن المتطلبات الجودة متوفرة في قضية التعليم الإلكتروني فيما لو أنت تتعاملت معه بشكل جيد. فهذه المختبرات ممكن أن تكون افتراضية وتكون بجدوى أكثر. يعني مثلا تقنية الهيلوغروم اليوم تستخدمها اليوم في كل الجامعات حتى وسائل الإعلام بالعالم. هذا الهيلوغروم الي خلت المكان ما تجيب لك في قضية مثلا طب التشريح مكان ما تجيب لك جثة. هذا راح تقدمها على شكل 3D أمامك. هذه التقنيات لم تستخدم بأي طريقة كانت. يعني في العراق تستخدم بشكل خجول وليس بمفتوى الهيلوغروم للقضية المشاهد السينمائية التي تستخدمها في الألعاب وفي غيرها. في حين لم توفرها في مجال التعليم. أعتقد هذه المجالات لو وفرت بشكل صحيح. التعليم العالي وحتى التعليم الثانوي في العراق وحتى الابتداء سيسير بشكل جيد. التعليم الابتداء اليوم نتحدث مثلا عن تعليم الابتداء بمشكلة بالتعليم الإلكتروني. لماذا نحن المدارس الأهلية اليوم حينما وفرت مثلا. صارت في أك أو لا وقاطع صارت تعليم افتراضي في هذا الموضوع. وشأنك رسومات حسن وسلمة. وصارت يعني مثلا حينما تكون هناك رغبة يعني أنت مثلا تعليم الحكومي يعتمد مثلا عن. مثلا يدزل الصوتيات أو محتويات فيديوية. ودزلها مثلا على التليجرام على الواتساب على أي تطبيق كان. ويستقبلها الطالب بشكل ممل. في حين التعليم الأهل تجعلهم شيئا من الجامعات إلى قضية الكلاسروم التي قدمت خدمت جوجل. وبالتالي صار هناك تفاعل وتواصل بين الطالب وبين المعلم كل من في بيته. هو يقدم التعليم بشكل رائع ومتاز. نعم التعليم الإلكتروني يراد لفترة. لكن اليوم اللي يراد له بشكل أكثر إرادة رغبة تنظيم. وهذا التنظيم يعني المفروض بالدرجة الأساس. المفروض بالجهات المعنية باتخاذ القرار في العراق تخضع هناك. تكون هناك استراتيجية غير مربكة. تكون واضحة المعالم. فبالتالي هل ممكن أن يجري الاستفادة بالتعليم الإلكتروني؟ نعم نعم فيما لو. حتى للمستقبل. فيما لو تم التعامل بجدية مع هذا المجال. استراتيجية. أستاذ الآن كل ساعد بحضور الدكتور صفاد الشمري ونورتني جدنا اليوم. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين اليوم كدول. اعتمدوا التعليم الرقمي والتعليم الإلكتروني. حتى وهم عندهم مصابات صفر. حتى وعودوا الطلاب يدامهم. لأنهم وجدوا أنهم مهم جدا. يعني مهم جدا. يدرون يسويه حتى. يعني واجب في المنزل. يستمرون إلى الطلاب. وبالتالي ثبته. ولكن مثل ما قال الدكتور صفاد اليوم. هذا ممكن إحنا يضطي حقه. والطالب يستفاجد. ولكن فيما لو صاركوا استراتيجية طويلة المدى. وخصوصا اليوم الجائحة ممكن مطولة ويعني على أقل تقدير للسنة القادمة. رب إن شاء الله يحفظ الجميع. أعزائي المشاهدين. وصلتوا لكم في نهاية حلقاتنا اليوم. انتظروا بحلقات القادمة. حسنا الله.